السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم دكتور رضا الواحي وموضوع حلقتنا النهاردة عن معجزة التخسيس المنتج اللي حقق المعادلة الصعبة المنتج اللي بيحتوي على ست مواد فعالة للتخسيس في كابسولة واحدة ومش كده وبس كمان بيحافظ على المناعة أثناء فترة التخسيس المنتج اللي بيحور الجسم المحرق الدهون على مدار 24 ساعة اسمه مكوناته طريقة استخدامه بعد الفاصل ورجعنا لكم تاني ونجدد التحية ومنتجنا النهاردة هو فتاشي جايد المنتج زي القوة السوداسية اي هي القوة السوداسية؟ اول حاجة الكروميوم تاني حاجة جارسينيا كامبوديا تاب الاتنين دول بيفكروا بايه تمام كده بالكرومكس الكرومكس بيحتوي على الكروميوم والجارسينيا كامبوديا تالت حاجة من مكوناتنا النهاردة الجيمنيميا سيلفستر يبا الثلاثة دول كمان بيفكروكوا بايه؟ تمام كده بالسيلفستر وان سيلفستر وان بيحتوي على الكروميوم وعالجارسينيا كامبوديا وعلى جيمنيميا سيلفستر رابع حاجة من مكوناتنا النهاردة الشاي الاخضر يبا كده بيفكرنا بايه كمان؟ بيفكرنا تمام كده بالتوب جينج التوب جينج بيحتوي على الكروميوم وعالجارسينيا كامبوديا وعالشاي الاخضر يبقى بفاضل ايه بفاضل حاجة واحدة بس الزنجبيل زنجبيل لو هنشربه بعد الفطار وبعد العشاء يبقى كده منتجنا بيحتوي على مكونات الكروماكس ومكونات السلفستر وان ومكونات التوب جينج ومكونات التوب جينج يبقى منتجنا بيحتوي على مكونات الكروماكس ومكونات السلفستر وان وعلى كمان مكونات التوب جينج يبقى دي المعادلة الصعبة تلت منتجات تخصيص موجودين في منتج واحد كمان يزيد عليهم فيتامين سي وكمان مجموعة فيتامين بي المركب والفوليك أسد يبقى القوة السوداسية بتاع منتجنا ايه كروميوم جرسينيا كامبوديا جيمنيميا سلفستر الشاي الأخضر فيتامين سي مجموعة فيتامين بي المركب ومعاها فوليك أسد طب المجموعة دي بتشتغل ازاي اول حاجة الكروميوم الكروميوم بيزود معدلات الحرق والحرق ده بيانتج عنه طاقة الطاقة دي بيساعد الجسم على عدم الشعور بالتعب والأرهاق تاني حاجة بيقلل من تحويل السكريات إلى دهون في الجسم تالت حاجة بيزود من حساسية مستقبلات الأنسولين في الجسم وبالتالي فهو بيزود من فعالية وكفاءة الأنسولين طب ايه هي مشكلة الأنسولين؟ مشكلة الأنسولين يعني السكر بيرتفع الأنسولين بيرتفع لو مستقبلات الأنسولين دي بقى حصل فيها مشكلة وتعطلت لأي سبب كام فبيفضل نسبة الأنسولين عالي طب ايه مشكلة علو الأنسولين؟ مشكلة الأنسولين العالي أنه بيوقف عملية الحرق الدهون المخزنة في الجسم تاني حاجة بيحول الكربوهيدريت إلى دهون ويخزنها في الخلايا الدهنية وخصوصا في منطقة البطن تالت حاجة بيعمل إصارة لمركز الشهية في المخ فبيزود من الإحساس بجوع وبالتالي لما ييجي الكروميوم ويزود حساسية مستقبلات الأنسولين فكده بيستحلك الأنسولين الموجود في الجسم فبينزل لمستوى الطبيعي ونتجنب الأثار الجانبية لارتفاعه تاني حاجة الجارسينيا كامبوديا الجارسينيا كامبوديا بتتميز أنها بتحتوي على الهيدروكسي ستريك أسد الهيدروكسي ستريك أسد ده بيمنع أنزيم اسمه ستريت لايز ايه هو الانزيم ده؟ ده الانزيم اللي بيستخدمه الجسم في تصنيع وتغزين الدهون فما بييجي الهيدروكسي ستريك أسد يمنع الانزيم ده عن العمل يبقى كده منعنا من أي تصنيع وتغزين الدهون زيادة في الجسم تاني حاجة من مميزات الجارسينيا أنها بتزود عمليات الحر وخصوصا في مطقة البطن والأرداف بتزود عمليات الحر وخصوصا في مطقة البطن والأرداف تالت حاجة من مميزاتها انها بتعمل على سد الشهية وتقليل احتياج الجسم للأكل سد الشهية وتقلل احتياج الجسم للأكل رابع حاجة من مميزاتها بتقلل امتصاص السكريات وبتزود حرق النشويات بتقلل امتصاص السكريات وتزود حرق النشويات خامس حاجة بتقلل من مستوى الكوليسترول الضار وبتزود من مستوى الكوليسترول النافع تالت حاجة الجيمنيميا سلفستر الجيمنيميا سلفستر لها تركيبة فريدة جدا التركيبة دي شبيهة بالسكر وبالتالي فهي بتنافس السكر على الامتصاص في الجسم ولذلك بيتخليها نفعة جدا للاشخاص اللي بيميلوا الاكل السكريات والنشويات وكمان شرب العصائر والغازيات كمان بتقلل من امتصاص السكريات وبالتالي فهي بتزبط نسبة السكر في الدم وما تزبط نسبة السكر في الدم فبيقل الرغبة لاكل السكريات لما تزبط السكر في الدم بيقل الرغبة في اكل السكريات كمان بتقلل من تكوين الكوليسترول والدهون الضارة في الجسم رابع حاجة الشاي الاخضر الشاي الاخضر بيتميز انه بيحتوي على الفلافينويد ومضادات الاكسادة دول بيعملوا ايه؟ دول بيساعدوا على زيادة معدلات الحر في الجسم وبالتالي فهو ما بيخلصوا الجسم من الدهون الزيادة خامس حاجة فيتامين سي أزمة الدراسات حديثة أن الأشخاص اللي يجسامهم بتحتوى على نسبة كافية من فيتامين سي بيستطيعوا حرق الدهون بنسبة أعلى قد تصل إلى 30% عند ممارسة الرياضة المعتدلة من الأشخاص اللي يجسامهم بتحتوى على نسبة أقل من فيتامين سي يعني الأشخاص اللي عندهم نسبة كافية من فيتامين سي يمارسوا رياضة عادية زي المش الجريل الخفيف ده يستطيعوا حرق الدهون بنسبة أعلى 30% من الأشخاص اللي أجسامهم بتحتوى على نسبة أقل من فيتامين سي وبيمارسوا نفس الرياضة يعني الاتنين بيمارسوا المش أو الجريل الخفيف يعني لو واحد عنده نسبة فيتامين سي عالية وواحد نسبة فيتامين سي أقل الاتنين لو مرسوا رياضة معتدلة اللي في نسبة فيتامين سي أعلى بيحرق بنسبة 30% أكتر من النسبة فيتامين سي في جسمه أقل كمان فيتامين سي بيحافظ على مناعة الجزء أثناء عملية التخصيص 90% من اللي بيعملو دايت أو بيعملو برامج تخصيص المناعة بتقل أثناء عملية التخصيص أو عملية الضايت وده بيظهر في إيه؟ بيظهر في جفاف البشرة وتساقط الشعر وبالتالي هو فيتامين سي بيحافظ على المناعة وبالتالي بيمنع أي ضرر سيب البشرة أو أي تساقط للشعر السادس حاجة فيتامين به المركب فيتامين بي المركب بيزود عملية الحرق تاني حاجة بيقلل من الشعور بالجوع يبقى اول حاجة بيزود عملية الحرق تاني حاجة بيقلل من الشعور بالجوع كمان فيتامين بي المركب مع الفوليك أسد بيقللوا من الشعور بالتعب والإرهاق كمان بيقللوا من الشعور بالاستضاع أثناء التخصيص كمان بيعوضوا الجسم عن نقص الفيتامينات أثناء عملية التخصيص طريقة الاستخدام طريقة الاستخدام كابسولتين بعد الغداء وكابسولتين بعد العشاء الفطار مفيش اثنين بعد الغداء واثنين بعد العشاء مع كباية مية كبيرة كابسولتين مع كباية مية كبيرة بعد الغداء وكابسولتين مع كباية مية كبيرة بعد العشاء طب ليه اي اعراض جانبية اعراض الجانبية بسيطة جدا بالمقارنة بالاعراض الجانبية لأي منتج تاني طب زي ايه امساك حمودة خفيفة دوخة بسيطة وقد تحدث وقد لا تحدث طب من الممنوع عليهم استخدامه اللي ممنوع عليهم استخدامه اللي بيعانوا من كسور في وظيف الكلة كسور في وظيف الكبد الحمل والرضاعة اللي عندهم حساسية من اي من مكونات المنتج كمان من اللي عندهم فرط في نشاط الغدة الدركية دول بس اللي ممنوع عليهم استخدامه غير كده يستخدموه بامان تام يبقى ملخص حلقتنا النهاردة منتجنا بيعالج السمنة والسمنة المفرطة بيتخلصنا من ضهون البطن والارداف بيسد الشهية وبيقلل الاحتياج للأكل بيزبط نسبة السكر في الدم بيزود معدلات حرق الدهون بيخلي الجسم محرق الدهون على مظهر اليوم كمان بيحافظ على مناعة الجسم أثناء كرس التخصيص وخصوصا أنه بيحتوي على فيتامين سي وفيتامين بالمركب وفوليك أسد كمان بيقلل من نسبة الكوليسترول الضار وبيرفع من نسبة الكوليسترول النافع وفي الآخر أتمنى تكون قدمت معلومة مفيدة وتكونوا استفدتم منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته